بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي المشاهد بهذه الحلقة والحلقات التالية بمشيئة الله تعالى سنتحدث عن مقرر الثقافة البيئية والمقرر مرجعه التدريسي هو كتاب ثقافة بيئية لمؤلفه البروفيسور عبدالسلام محمود عبدالله يتكون المقرر من خمس وحدات الوحدة الأولى تتناول النظام البيئي مفهومه ومكوناته الوحدة الثانية تتناول التفاعلات بين مكونات النظم البيئية الوحدة الثالثة تتحدث عن الموارد الطبيعية التي توفرها النظم البيئية الوحدة الرابعة تغطي بعض المشكلات البيئية والوحدة الخامسة تتناول الإنسان واحتياجاته الغذائية والصحية ونبدأ بمشيئة الله تعالى بالوحدة الأولى وهي بعنوان النظام البيئي the ecosystem مفهومه ومكوناته مفهوم المحيط الحيوي والنظام البيئي والبيئة نتحدث عن هذه المفاهيم مفهوم المحيط الحيوي ومفهوم النظام البيئي ومفهوم البيئة تعيش الكائنات الحية المختلفة في طبقة رقيقة من الكرة الأرضية تسمى بالمحيط الحيوي أو الكرة الحية the biosphere فالمحيط الحيوي هو الجزء الصالح للحياة من الكرة الأرضية ويشمل الغلاف السطحي من الأرض يعني اليابس والماء بالإضافة إلى الغلاف الجوي المتاخن لسطح الأرض الذي تعيش به الكائنات الحية فالمحيط الحيوي يتألف من مجموعة النظمة البيئية الموجودة على سطح الكرة الأرضية أما مفهوم النظام البيئي النظام البيئي هو أي مساحة من الطبيعة وما تحتويه من كائنات حية ومواد غير حية في تفاعل مستمر مع بعضها البعض وما تولده من تبادل بين الأجزاء الحية وغير الحية وهو نظام بيئي متوازن مفهوم البيئة البيئة environment ويطلق مصطلح البيئة على مجموع الظروف الظروف والعوامل الخارجية التي تعيش فيها الكائنات الحية وتؤثر في العمليات الحيوية التي تقوم بها أي تقوم بها الكائنات الحية نتحدث عن مكونات النظام البيئي يتكون كل نظام بيئي من المكونات الآتية ألف مكونات غير حية وتشمل بوجه عام عوامل المناخ وعوامل التربة والعوامل الطبغرافية وهي عوامل البيئة الطبيعية أي الفيزيائية التي تمارس الكائنات الحية في وجودها حياتها أو حياتها طيب باء مكونات حية living components وتتمثل هذه المكونات الحية في كل الكائنات الحية التي تمثل مملكة مونيرا كينغم مونيرا ومملكة الطلاعيات كينغم بروتيستا ومملكة الفطريات كينغم فنجاي والمملكة النباتية كينغم بلانتي والمملكة الحيوانية كينغم أنيميليا كل الكائنات الحية أولا نبدأ بالمكونات غير الحية الماء وعوامل المناخ والتربة الماء هو عصب الحية وأساسها قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي سورة الأنبياء الآية 30 وكما ذكرنا من قبل في الماء يكون نسبة عالية من مكونات الخلايا الحية الحيوانية والنباتية ولا سيما الخلايا النشعة كيمو حيوية داخل الخلايا الحية للكائنات الحية بالإضافة إلى أنه أي الماء عنصر أساسي في عملية البناء الضوئي التي تقوم بها النباتات الخضراء صور الماء في الطبيعة يتوفر الماء في الطبيعة في صور ثلاث ألف بخار الماء غير المرئي أي الرطوبة ويستدل عليه بالماء المتكثف على سطح بارد وتستفيد منه الحيوانات والنباتات الصحراوية حينما يتكثف في المساء والصباح الباكر يبقى نحن في بخار ماء غير مرئي اللي هو الرطوبة عبارة عن صورة من صور الماء في الطبيعة باء بخار الماء المرئي كالسحب والضباب نحن نستطيع أن نشاهد السحب ونشاهد الضباب وهذه عبارة عن بخار ماء جيم الماء المترسب على شكل قطرات ماء سائل كالأمطار مصدر من مصادر الماء أو في شكل صالب مثل البرد والجليد أيضا عبارة عن ماء ويكون متاحا الماء أيضا يكون متاحا كذلك في شكل مياه سطحية وجوفية فعالية المطر ما هي فعالية المطر؟ هي نسبة المطر التي تدخل إلى التربة وتكون في متناول النبات يعني ليس كل الماء الذي يدخل إلى التربة في متناول النبات ولكن الماء الذي يكون في متناول النبات هو الذي يشكل فعالية المطر وهناك عدة عوامل تحدد فعالية المطر بمشيئة الله واحد كمية الأمطار الهاطلة وطبيعة هطولها اثنين درجة الحرارة ثلاثة طبوغرافية الأرض أربع قوام التربة أي تركيبها الحبيبي خمسة سرعة الرياح وتشترك جميعها يعني كل هذه العوامل التي ذكرناها في تحديد فعالية مياه الأمطار في الموقع المعين ويمكن تقسيم العالم إلى موطنين بيئيين هما واحد الموطن البيئي المائي أكواتيك هابيتات اثنين الموطن البيئي الأرضي أي اليابس ترستيريال هابيتات الموطن البيئي المائي ويمكن أن ينقسم إلى النباتات المغمورة كليا بالماء حيث تعيش داخل الماء بالكلية والنباتات طافية الأوراق أي أوراقها تطفو على سطح الماء بينما كامل جسم النبات في داخل الماء فنسميها بالنباتات طافية الأوراق في النباتات المغمورة جزئيا بالماء حيث يكون مجموعها الجذري وجزء من مجموعها الخضري داخل الماء وترتفع أوراقها وقممها فوق سطح الماء النباتات البرمائية وتجمع بين خصائص النباتات المائية والنباتات الأرضية حيث تعيش في تربة رطبة مليئة بالماء وحيث تكون تحت المد والجذر ففي فترة المد تكون نباتات داخل الماء وفي فترة الجذر ينحسر فيها الماء ويبتعد عنها طيب نتحدث عن الموطن البيئي الأرضي أي اليابيس ويتكون من عدة مناطق حيوية بايوماس وهي عبارة عن التكوينات النباتية بلاند فورميشنز والكائنات الحيوية الصوري الحيوانية التي تعيش فيها ويمثل كل منها نظاما بيئيا طبيعيا متميزا طيب ولمعدلات الأمطار وذريات الحرارة الدور الأكبر في تكوين هذه التكوينات النباتية وتوزيعها جغرافيا ومن أهم المناطق الحيوية الأرضية التي تمثل النظم البيئية الرئيسة في العالم واحد الصحارة وأشباه الصحارة اثنين التندرة ثلاثة أحراش البحر الأبيض المتوسط أربع حشائش لقاليم المعتدلة خمسة الغابات النفضية المعتدلة وستة الغابات الاستوائية سبعة السابنة المدارية التي تشكل الحشائش الطويلة تمانية الغابات النفضية المدارية تسع الغابات الصنوبرية الباردة عشر النباتات الجبلية ننتقل إلى محور آخر وهو درجة الحرارة تحدثنا عن الماء وصور الماء وأيضا النظم البيئية المختلفة ونتحدث الآن عن تأثير درجة الحرارة تعد درجة الحرارة مؤشرا لكمية الطاقة الحرارية درجة الحرارة طبعا المصطلح الإنجليزي temperature والطاقة الحرارية heat energy ويبقى درجة الحرارة تعد مؤشر لكمية الطاقة الحرارية في النظام البيئي فكلما ازدادت الطاقة الحرارية في النظام البيئي ازدادت درجة حرارته ويحدث عكس ذلك عندما تنخفض الطاقة الحرارية طبعا نحن نستطيع أن نقيس درجة الحرارة بالترمومتر يعني حتى الإنسان المريض بالطبيب أو العاملين بالمستشفى من مرضين وغيرهم يقيسون درجة الحرارة عن طريق الترمومتر ونقرأ درجة الحرارة طبعا المريض ترتفع درجة حرارته عن الدرية الطبيعية الطبيعية للإنسان مثلا فإذن من الملاحظة أن المتوسط درجة الحرارة الهواء يتناقص تدريجيا كلما ابتعدنا عن خط الاستواء طبعا الأشعة أشعة الشمس بتكون عمودية في خط الاستواء ولذلك بتكون أكثر مطغة ذات حرارة عالية ولكن عندما نبتعد عن خط الاستواء شمالا أو جنوبا نجد هناك انخفاض في درجة الحرارة ويعني إذا اتجهنا تجاه القطبين القطب الشمالي والقطب الجنوبي ويعذى ذلك إلى أن ليه؟ لماذا تنخفض درجة الحرارة كلما ابتعدنا عن خط الاستواء في اتجاه القطبين؟ يُعذى ذلك إلى أن أشعة الشمس الصاغطة على الأرض تصل وهي أكثر ميلا بتكون مائلة كلما اقتربنا من القطبين وبالتالي تفقد قصطا كبيرا من حرارتها تفقد قصط كبير لأن الأشعة بتكون مائلة أكثر من تفون عمودية يبقى بصورة عامة يتناقص متوسط درجة الحرارة بمعدل نصف درجة مئوية كلما ابتعدنا عن خط الاستواء بمعدل خط عرض واحد كلما ابتعدنا خط عرض واحد تنقص درجة الحرارة بنصف درجة مئوية طيب ما هي العوامل البيئية المؤثرة على درجة الحرارة؟ واحد عامل القرب أو البعد من المسطحات المائية خاصة البحار والمحيطات كلما اقتربنا من هذه المسطحات المائية كلما قلت درجة الحرارة عامل التضاريص أيضا من العوامل التي تؤثر في درجة الحرارة الارتفاع والانخفاض عن سطح الأرض والمناطق المرتفعة طبعا أقل درجة الحرارة من المناطق المنخفضة عامل الغطاء النباتي أيضا الغطاء النباتي يؤثر على دريت الحرارة وعامل الرياح أيضا من العوامل التي تؤثر على دريت الحرارة المدى الحراري للكائنات الحية لقد تكيف كل كائن حي بمشيئة الله لمدى معين من دريات الحرارة فإذا زادت أو انخفضت عن هذا المدى تأثر الكائن الحي وقد يؤدي ذلك التأثير إلى هلاكه عزيزي المشاهد يمكن أن نقسم المدى الحراري إلى واحد درية الحرارة الدنيا minimum temperature وهي أدنى درية يعني أقل درية حرارة يستطيع أن يتحملها الكائن الحي دون أن يصيبه منها ضرر يعرضه للهلاك يعني إذا انخفضت درية الحرارة عن الدرية الطبيعية المعتادة مثلا عندنا هنا الدرية تنخفض وتنخفض في الشتاء مثلا في بعض المناطق مثل شمال السودان ممكن الدرية تكون خمسة دريات مئوية ستة دريات مئوية استطاع الإنسان أن يعيش أن يعيش تحت هذه الدرية لأن هذه الدرية لا تسبب له ضررا اتنين درية الحرارة القصوى maximum temperature وهي أعلى درية حرارة يستطيع أن يتحملها الكائن الحي دون أن يصيبه منها ضرر يعرضه للهلاك يعني أو ترتفع درية حرارة في الصيف ممكن خمسة أربعين ستة أربعين إذا خمسين مثلا فهذه درية عالية جدا في بعض الناس ممكن يتأثر وزي ما حصل في مناطق أوروبا في سنة من السنوات ارتفع الدرية الحرارة فقط لستة وتلاتين درية مئوية أدى ذلك إلى موت بعض الناس لعدم تحملهم لهذه الدرية ولكن لو كان في إفريقيا أو في السودان مثلا فستة وتلاتين هذه الدرية لا تؤثر على الإنسان طيب ثلاثة درية الحرارة المثلى optimum temperature وهي درية الحرارة التي يستطيع عندها الكائن الحي أن يمارس نشاطه الحيوي على أفضل وجه يبقى فيه ثلاثة دريةات اللي هي درية الحرارة المثلى هي التي يستطيع الكائن الحي أن يمارس نشاطه الحيوي على أفضل وجه دون أن يتأثر يعني يمارس حياته بصورة طبيعية أما الدرية الأخرية فهما على جانبي هذه الدرية نتقل الآن إلى محور آخر محور الضو ألف تأثير الضو على النبات طبعا دي كلها من العوامل غير الحية في البيئة المصدر الرئيس للطاقة لعملية البناء الضوئي طبعا عبارة عن ضو الشمس عملية البناء الضوئي التي تقوم بها النباتات الخضراء حيث تقوم جزيئات اليخضور اللي هو الكيلوروفيل هذه الجزيئات الموجودة داخل البلاستيدات الخضراء تقوم بامتصاص الطاقة الضوئية للشمس وتستغلها في بناء المواد الكاربوهايدراتية يعني النباتات عندما تقوم بعملية البناء الضوئي تبني المواد الكاربوهايدراتية عشان هي تتغزى تتغزى النباتات لنفسها وللكائنات الحية المستهلكة الأخرى فالنبات يصطع الغذاء لنفسه وللكائنات الأخرى التي نسمعها بالكائنات المستهلكة في النظام البيئي هذه المعادلة توضح عملية البناء الضوئي العملية التي تقوم بها النباتات الخضراء حيث تأخذ غاز ثانوكسيد الكربون والماء دي العنصرين طبعا في وجود الطاقة الضوئية من الشمس وفي وجود الصبغة صبغة اليخضور تستطيع النباتات أن تكون مواد غذائية في صورة سكر الجيلوكوز وأيضا يتصاعد الأكسوجين في هذه العملية يتصاعد إلى الغلافة الجوي طبعا هناك كمية كبيرة من الطاقة المتكونة في جزيئات سكر الجيلوكوز أو في المواد الكاربوهاي تختزن في جزيئات المواد الكاربوهايدراتية هذه الطاقة التي هي بتعادل 674 كيلو سعر لكل جرام ويمكن تقسيم النباتات حسب حاجتها للضوء للمجموعات التالية النباتات واحد النباتات المحبة للضوء اثنين النباتات الكارهة للضوء اللي هي نباتات الظل ثلاثة النباتات المحتملة للظل نبدأ بالنباتات المحبة للضوء وهي الأنواع التي تنمو وتتكاسر في شدة الإضاءة الطبيعية الكاملة ولا تتحمل الظل يعني نحن لو شدناها من شدة الإضاءة الطبيعية الكاملة والديناها الظل هي تتأثر لا تتحمل الظل وتشمل الأنواع النباتية التي تكثر في المناطق ذات الضوء الصاطع والمناطق الجبلية والطبغات العليا في الغابات متعددة الغابات متعددة الطبغات الغابات متعددة الطبغات والنباتات الكارهة للضوء اللي هي نباتات الظل هي تلك الأنواع النباتية التي تنمو وتتكاسر في إضاءة منخفضة وتعمر الكهوف والطبغات السفلة داخل الغابات الكثيفة ويستفاد منها كنباتات زينة داخل المنازل والمكاتب لأنها تعيش في الظل طيب النباتات المحتملة للظل هي الأنواع النباتية التي تعمر مواطن بيئية مشمسة ولكن في مغدورها أن تعمر مواطن بيئية ظليلة دون أن يصيبها ضرر يذكر من حيث نموها وتكاثرها يعني هي متعادلة يمكن أن تعيش في الضو ويمكن أن تعيش في الظل أنواع النباتات من حيث احتياجها أو احتياجاتها لفترة الإضاءة بنسميها الفوتو بيريود طيب تؤثر فترة الإضاءة اليومية أثناء النهار على عملية الإزهار يعني تكوين الأزهار في النباتات في لوارينغ حيث يعتمد تنظيمها تنظيم العملية دي عملية الإزهار على طول فترة الإضاءة ويمكن تقسيم أنواع النباتات من حيث احتياجاتها لفترة الإضاءة إلى ثلاث مجموعات ألف نباتات النهار القصير short day plants وهي أنواع النباتات التي تحتاج إلى نهار قصير وليل طويل لكي تزهر وتعيش غالبا في المناطق المدارية وتزهر عادة في الشتاء يعني تحتاج إلى نهار قصير وليل طويل باء نباتات النهار الطويل اللي هي long day plants وهي الأنواع النباتية التي تحتاج إلى نهار طويل وليل قصير لكي تزهر يعني عملية الإزهار بتتأثر بطول النهار وبالليل وبتتأثر بالليل أيضا لكي تزهر وهي تزهر عادة في فصل الصيف وتوجد في المناطق المعتدلة والباردة أنواع النباتات المحايدة day neutral plants ولا تتأثر هذه الأنواع عموما بفترة الإضاءة الضوئية يعني لو كان نهار قصير أو طويل لا تتأثر مثل نباتات القطن والطماطم طيب تأثير الضوء على الشكل الخارجي للنبات يؤثر الضوء على تكوين البلاستيدات الخضراء وبالتالي يؤثر على النمو الطبيعي للنباتات ولكن إذا لم تتكون البلاستيدات الخضراء لإنعدام الضوء أو منع النباتات من الضوء فيتأثر نمو النبات تأثرا كبيرا قد يؤدي إلى هلاكه يعني هذه تجربة بسيطة وتعتبر نشاطا يمكن أن تقوم به عزيز المشاهد قم بزراعة نباتات معينة اختار نبات اختار القمح أو الفول أو الفاصولية أو أي نبات آخر وقم بزرع بذور هذه النباتات في إناءين بالتساوي يعني نجيب إناءين زي أكواب أكواب الزبادي مثلا أكواب فاضية ونظيفة نضع فيها التربة بكميات متساوية في الكوبين أو الإناءين ونضع في كل منهما نفس عدد البذور لو خطينا خمسة بذور في الكوب الأول نضع خمسة بذور في الكوب الثاني نضع أحدهما بعد ذلك بعد الريب بعد ما نضيف الماء نضع أحدهما في الضوء الكامل يعني ممكن على النافذة ووضع الإناء الثاني في الظلام بعيدا عن الضوء داخل صندوق مقفل مثلا وتابع نمو المجموعتين يعني واحد في نباتة الأول أو الكوب الأول في الضوء والكوب الثاني في الظلام ونتابع النمو في الاثنين ماذا نلاحظ؟ طبعا هذه البذور ستنبت وتكون لنا بادرات اللي هي النباتات الصغيرة تسمى بالبادرات طيب نشوف البادرات التي نبت في الظل اللي هي بعيدة محرومة من الضوء تتصف بالآتي تتصف بالطول الزائد هذه نباتات بتكون طويلة جدا طول الزائد للساق مع رقة الساق والساق بتكون نحيفة وإزدياد طول السلاميات ذا السبب في طول الساق طبعا إزدياد طول السلاميات اتنين بتتميز باللون الأصفر يغمر كل النبات الساق والأوراغ الصغيرة المتكونة كلها باللون الأصفر بعدين نسبة لطولها الزائد تنحني هذه النباتات في نموها يعني لا تستطيع تنمو مستقيمة لقلة الأنسجة الدعمية فيها أربعة تتصف أوراغها بالصغر الشديد وبالإصفرار خمسة لا تستطيع هذه البادرات الاستمرار يعني لو خلنا على هذه الحالة فهي لا تستطيع الاستمرار في النمو وتموت بعد فترة العراض لكلها الطول الزائد والإصرار هذه العراض يطلق عليها الشحوب الظلامي إتيوليشن طيب نشوف المجموعة التانية بينما تتصف البادرات التي نمت في الضوء الكامل بواحد قصر أو اعتدال القامة يعني النمو الطبيعي طبيعية النمو وتكون الساق أو السوق غليظة وتكون السلاميات قصيرة اتنين اللون الأخضر الذي يغمر النبات كله عكس النبات الأول اللون الأصفر تلاتة الأوراق طبيعية النمو والشكل يعني هي أوراق طبيعية ما صغيرة زي المجموعة الأولى وأيضا خضراء اللون هذه التجربة بالمغارنة بين المجموعتين توضح لنا أهمية الضوء في تكوين البلاستيدات الخضراء يعني حيث أنها لم تتكون في نباتات الظلام نحن شفنا النبات أصفر اللون ليه؟ لأنه ما في بلاستيدات خضراء وده أثر في نمو النبات وأدى إلى ظاهرة الشعوب الظلامي وهذه الظاهرة ستؤدي إلى موت النبات حتما يعني طيب إذا لم ننقل النباتة في الظلام بسرعة إلى الضوء إذا لم ننقل فستموت النباتات طيب تأثير الضوء على الحيوانات الضوء مصدر للمعلومات بالنسبة للإنسان والحيوانات أي أنه الضوء يمكن يمكن من رؤية الأجسام مما يسر للحيوانات التعرف على بيئاتها فتقضي حوائجها الحيوية مثل القيام بمهام التكاثر والانتشار وقد خص الله سبحانه وتعالى الكائنات الحية المختلفة بأجهزة إحساس بالضوء تتلاءم مع بيئاتها المختلفة عزيزي المشاهد ننتقل محور الرياح ويند وتعتبر الرياح عنصرا من عناصر البيئة الطبيعية المهمة وهي تؤثر على معدل النتح في النباتات كما أنها تنقل السحب الممطرة بمشيئة الله وتساعد على تلقيح النباتات البذرية وتساعد على نقل ثمار وبذور العديد من الأنواع النباتية إلى بيئات جديدة كما أن للرياح أضرارها إذا ما كانت شديدة حيث تعمل على جرف التربة وتعريتها وتكسير وقلع الهجار والزحف الصحراوي وتحطيم المنشآت والمنازل عزيزي المشاهد ننتقل إلى محور آخر وهو التربة يقصد بالتربة صويل تلك الطبقة السطحية التي تغطي صخور القشرة الأرضية ويتراوح سمكها ما بين بضع سنتيمترات إلى عدة أمتار وتمثل التربة الوسط الملائم لنمو النباتات وحياة الكثير من الأحياء الدقيقة حيث تحصل منها من التربة على احتياجاتها من الماء ومن عناصر التغذية المعدنية وغيرها وتعتبر التربة من أهم مصادر الثروة الطبيعية المتجددة في النظم البيئية وتتكون التربة نتيجة للتغيرات التي تحدثها العوامل المناخية والحيوية على المادة الجيولوجية الأم بيران جيولوجيكا الماتيريال وتعمل عوامل التجوية الفيزيائية والكيميائية والحيوية على تفتيت المادة الجيولوجية الأم إلى حبيبات صغيرة بمرور الزمن وتحتوي التربة على أربع عناصر رئيسة هي ألف نسيج الحبيبات المعدنية اللي هي الحصى والرمل والغريم أي الطمي والطين باء المادة العضوية اللي هي بقايا ومخلفات الكائنات الحية سواء كانت نباتية أو حيوانية وتعمل الكائنات الحية المحللة من بكتيريا وفطريات على تحليل أي تفكيك المادة العضوية بالتربة جيم محلول التربة ويمثل المصدر الرئيس والمباشر لمد النباتات باحتياجاتها من مغذيات معدنية وماء داء الهواء التربة ويشغل المسافات البينية الموجودة بين حبيبات التربة في حالة عدم امتلائها بالماء ويحتوي على نسبة أقل من الأكسجين ونسبة أعلى من ثانوكسيد الكربون مقارنة بمكونات الهواء فوق سطح التربة عزيز المشاهد إلى محور آخر وهو الأخير في هذه الحلقة المكونات الحيوية في النظام البيئي كل التي تحدثنا عنها كانت المكونات غير الحية الآن المكونات الحيوية وتشمل كل أنواع الكائنات الحية التي تنتمي للممالك الستة وهذه الكائنات تتفاعل مع بعضها البعض من جهة ومع مكونات النظام البيئي غير الحية من جهة أخرى وعلاقات الكائنات الحية في النظام البيئي أساسها علاقات تغزوية تصنيف الكائنات الحية على حسب طريقة تغزيتها واحد كائنات حية منتجة اتنين كائنات حية ذاتية التغزية وتتمثل في النباتات الخضراء الراقية والطحالب أنواعها والهوائم النباتية والبكتيريا الذاتية التغزية الضوئية اتنين كائنات حية مستهلكة وهي كائنات حية غير ذاتية التغذية ولا تستطيع صناعة غذائها بنفسها وتصنف بدورها إلى كائنات حية مستهلكة عاشبة وهي تعتمد في غذائها على ما تصنعه النباتات الخضراء من غذاء فتحوله إلى أجسامها ونظرا لأنها أول مستوى من الكائنات تتغذى على غيره فتسمى بالكائنات المستهلكة الأولية باء كائنات حية مستهلكة لاحمة وهي آكلة اللحوم أو المفترسات وتسمى بالمستهلكات الثانوية لأنها تتغذى على مستهلكات أولية وهي النباتات الخضراء وحينما تتغذى على حيوانات مستهلكة ثانوية فإنها تصبح مستهلكة ثالثوية طيب جيم كائنات حية محللة من بكتيريا وفطريات وهي كائنات حية غير ذاتية التغذية تعتمد في غذائها على تفكيك بقايا الكائنات الميتة وتحويلها إلى مكونات أولية من العناصر الأرضية وهي هذه الكائنات المحللة بمشيئة الله تعمل على إعادة استعمال المواد الغذائية بشكل مستمر فتؤمن استمرار الحلقة الغذائية وبالتالي استمرار عمل النظام البيئي عزيزي المشاهد انتهى موضوع الحلقة عن النظام البيئي مفهومه ومكوناته وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موسيقى 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 موسيقى